بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم وحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حجيكم الله أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقوم فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلنا في التعرض والاستفادة من علوم شيخ مفايخنا سيد عبد الله بالصدق رغم الله رحمه الله في رسالته الماتع الموثومة باسم إتحاف الأذكياء لجواز التوسل للأنبياء والأولياء سيد عبد الله رحمه الله حين ألف هذه الرسالة لم يبدأ هو هذا الرأي القائل بالجواز وإنما من ميزات السابة الغمارية إنه الناس مطالعين على العديد من الكتب والرسائل والبحوث والمؤلفات والمخطوطات التي لا يطلع عليها عادة الكثير من أهل العلم فهو رجل مستحضر يعرف مواطن الأدلة ويستطيع أن يجمعها في صعيد واحد لتأييد القضية التي يبحثها فلما بندرس هذه الرسالة للسيد عبد الله لا أحب أن يرد إلى أبهامنا إن السيد عبد الله هو أول من قال بهذا الجواز وإنما هو ناقل ومقرر وشارح وجامع لآراء العلماء فإحنا الراجل كأنه يأشر لنا بيضا وبالدهلنا بدل ما يقول لك ارجع إلى هذه المسألة في كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا هو جمع لك التجميع وبالدهالك مرتبة منصقة في أدلة رتبها أولا فجعل أدلة القرآن في البداية ثم أدلة السنة أو السنن والآثار الشيخ ذكر أربع أدلة حتى الآن على جواز التوسل للأنبياء والأولياء وقلنا التوسل معناه طالب الوسيلة أو أن يجعل المسلم أمام حاجته أو أن يقدم المسلم أمام حاجته من يثق فيه من نبي أو من يؤمن به من نبي أو من يثق بولاياته من وليه فيجعل هذا الولي أو هذا النبي بينه وبين الله تعالى كأنك لا تستطيع أن تدخل على الله عز وجل بنفسك ولكنك تستحضر عمل هذا الولي الصالح أو عمل هذا الرجل الصالح فتتقرب به لله سبحانه وتعالى الشيخ استدل على هذا بأربع آيات من القرآن وأورد فيها أقوال المفسرين والآن لنبدأ في الدليل الخامس الذي يبدأ فيه ذكر الأدلة من الأحاديث والأثر تصدر يا شيخ أحمد أه الحاكم الإمام الحاكم الميسروري قال في كتاب اسم مستدرك على الصحيحين إنه الإمام بخاري وضع كتابه وتعهد أن لا يضع فيه إلا الحديث الصحيح بشرط معين أو الذي بلغ درجة من الصحة معينة ثم أتى الإمام مسلم وشرط شرطا آخر أقل في الدقة والجودة من شرط البخار فالإمام البخاري كان يشترط لإثبات الحديث في صحيحه أن يلتقي الراويين كان يشترط اللقاء أن يتأكد أن هذا الراوي قد لقي هذا الراوي الإمام مسلم كان يشترط المعاصرة أن يكون متعاصرين وإن لم يلتقي وكل واحد منهم وضع هذا الشرط ووضع كتابه بناء على هذا الشرط وبناء على ذلك لم يستوعب الصحيحين كل حديث صحيح لم يستوعب الصحيحين كل حديث صحيح فجاء الإمام الحاكم وقال لك كتاب المستدرك على الصحيحين يعني أحاديث هي على شرط البخاري ولم يريدها البخاري وأحاديث هي على شرط مسلم ولم يريدها مسلم فإذا هذا الحديث الذي سنذكره الآن هو عند الإمام الحاكم في أعلى درجات الصحة أعلى درجات الصحيحين كل حديث حسنا هو الحاكم بالمستدرك هو الحاكم بالمستدرك يعني أمر بالخطاب والجوار المتعال عنه قال قال لما احطرت آلم عنه السلام الحصيحة قال ربدي أسكرت لحق محمد فقال الله يا نادم فيك أردت محمدا فلم توقف قال ربدي أنك لما قردتني بيانيك ونقفت إليك فقال ربدي أردت على قوائم العرشي مكتوما لا إله إن الله محمد محمد فعنيت أنك لم تقفت إلى بسمك إلا أحب الخط إليك فقال صدق يا آدم صدق يا آدم إنه لأحب الخط إليك إذا سألتني بحقني فقال إذا سألتني بحقني إذا سألتني بحقني فقال ربدي لك ولولا محمد ما خلقك ربدي أردت براني وزاد فيني وهو الآفة الحدياتي قال الحاكم صحيح ورد عليه الزهدين الفقار بل موضوع والحق أن الحديث ليس بصحيح يبقى الحاكم قال هو صحيح في درجة الصحة من المفترض لأنه ألف كتاب المستدرك ليتدرك على ماذا يا مسلم الحفظ الذهبي قال إن هذا الحديث موضوع يعني لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تشوف أنت عندك طرفين وحديول هو فيه على درجات الصحة ومحدث آخر يقول هو موضوع خذ بلت معايا إن الحديث يدخله باجتهاد إن الحديث يدخله ماذا باجتهاد وفق للاستقراء استقراء ماذا أحوال الغواة لأنك بعد أن تقرأ في أحوال الغواة وسيارهم ومن التقوا من المشايخ وعلى يد من تتلمزه ومن تلمزه ومن تلمزه وكذا لهذا بيستخرج فاتجة أو بيستخرج حكم فيحكم على هذا الراوي المعين بأنه ثقة أو صدوق أو صدوق له أوهام وبناء على ذلك لا تستغربوا من اختلاف المحدثين في الحكم على ماذا فالفطن على حديث من الأحاديث يبقى إذا المام الحاكم قال صحيفا ورد عليه الزهبي فقال بموضوع والحق والحق أن الحديث ليس بسخيش ولا بسخيش والذور غريبا فقط كما صار الحبيب في المحكم وقد نفتر إلى رتج وردت كلام الزهبي من ستة الجوهة فذكرت ما يشتب الحديث في كتابي فقررت بالمحكم ونكين وقد نفتر إلى دولة الحسن فرواه البيهق حسين عبد الله هنا له كتاب آخر أو رسالة أخرى اسمها الرب المحكم المتين أرصب؟ جاء هذا الحديث نفسه ونقل هناك الكلام البيهقي الكلام البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة محضه للحديث عن دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله نقل كلام البيهقي في كتابه أو في رسالته الرب المحكم المتين وأتى لهذا الحديث بشواهد يعني أتى لهذا الحديث بشواهد يعني هو الوحد ضعيف والضعيف من قسم المردود الضعيف من قسم المردود يعني الحديث عندنا مقبول أو مردود المقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن المردود هو الضعيف فإذا قلنا إن هذا الحديث ضعيف يعني مردود لا يستشهد به فمن قسم المردود لا يلتفت إليه لكن أيضا أولماء الحديث يقولون ماذا يقولون إن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه فعددت طرقه فإنه يرتقي لدرجة الحديث الحسن لغيره إن الحسن إما حسن لذاته أو حسن لغيره فيرتقي لدرجة الحسن لغيره والحسن من قسم المقبول الحسن من قسم المقبول فيكون مقبولا يعني يستشهد به يعني يعتمد عليه إلى آخرين إذا إذن الحديث الضعيف يا جماعة لا يترك هو نعم لوحده كده مردود لكن العلماء ماذا يفعلون يلحسون عن شواهد عن متابعات لهذه الأحاديث علّها ترتقي لدرجة الحسن هذا طبعا ليحتاج للطلاع عظيم على كتب السنة مدوناتها السيد عبدالله جمع في كتابه الرب المحكم المتين روايات بهذا الحديث فارتقت عنده السيد عبدالله محدث السيد أحمد أخوه كان من كبار المحدثين فراجل متتبع راجل عارف الكتب عنده الطلاع عظيم على الرواه وأحوالهم وكب سيد عبدالله جمع شواهد هذا الحديث وإن كانت كل طرقه ضعيفة إلا أنها وفقا لموازين المحدثين فإنها ماذا ترتقي لدرجة الحديث الحسن أي المقبول ومن أراد أن يتطلع على التفاصيل فالرجع لكتابه الرد المحكم المتين ورددت كلام الدلاويل من ستة الجون ورددت مع جشب الحديث في الكتابه أردت الرد المحكم المتين ورددت كلام مشاهدا يلتقي به لإعجابات الحسن فالرجع لشم لأنه الإسلام القوين كان عنبار الحافرة عن المسيرة الحشي قال قلت يا رسول الله هذا كنت الليل وعلى لما خرق الله من قبضة واسكورة للسلام وقبضة سبعة موادين وخارق العرش وكتب على ساعة العرش محمد ورسول الله وقاتم الأنبيات وخارق الله الجنة والذي أسكنها آنا وخوات وخارق الله الجنة التي الجنة التي التي أسكنه الله وخارق الله الجنة التي أسكنها آدم وخوات فكتب اسمه على عبد الأجوال والأغراق والأغراق والخيان وآدم وبين الروح والجسد فلما أحيان الله تعالى نظر إلى العرش براء اسمه فأخبره فأخبره الله أنه سيد ولدي فلما عرهم الشيطان فلما عرهم الشيطان فلما عرهم الشيطان جاب واستشفع باسمه إليه طيب يبقى إيه؟ هذا الحديث نفس المعنى تقريبا الثاني وروي من طريق آخر يعني إيه روي من طريق آخر يعني أنا أفترض الآن أن عندي واحد بينسى شخص ضعيف يتذكر أحيانا يلخبط أحيانا ينسى أحيانا فأنا الآن ما بقيتش أخذ بكلامه كده إلا لما إيه أتأكد منه بنفسي فقال لي إذا في حريقة في أول الشارع هنا أو في حدثة في أول الشارع خبره عندي علي علامة استفهام يعني هاخده كده وحطه في يدي لا أصدقه ولا ولا أكذبه لأنه ليس كذاب وهناك فارق بين الراوي الكذاب والراوي الضعيف الكذاب دي خلاص كذاب لا ينظر إليه لكن الضعيف في احتمال في احتمال لماذا لخطأ وفي احتمال الصواب طيب لما يجيني واحد أيضا انا لا أصدقه ولا أكذبه من غير من يكونوا الاثنين قبلوا بعض من غير من يكونوا الاثنين اتفقوا مع بعض بيجي يقول لي ده أنا وانا جاي شوفت حدث على أول الطريق يبقى هذا يقوي عندي ماذا احتمال صدق الخبر مش كده ولا ايه فده المحدثين يعنيه بالضبط الحديث إذا جاء من طريق راو ضعيف فإنه مردود لتغليب جانب الضعف فيه ثم إذا جاء من طريق راو ضعيف آخر فإنه ايه يعتبر ده معضد له مقوي له فيرتقي لدرجة القبول أو الحسن طيب الشاهد هنا في الدليل ايه اخوانا الشاهد هنا في الدليل ماذا ان سيدنا آدم عليه السلام توسر الى الله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشيخ في أول دليل خالص لما استجهد بقول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم ربه كلمات نقل هناك إن هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى من ألهمه أن يتوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدليل السادس الدليل السادس دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالس عدم رأسيها لتقالك يا حمد لله يا أمي أخذ بالك معايا حاجة مهمة جدا هنا وهي إنه راض إخوانا من صلبة العلم يظنون إن الحديث إذا لم يوجد في البخاري ومسلم فإنه لا يلتفت إليه وهذا فيه رد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن البخاري ومسلم يا جماعة وإن اجتمل على بعض الصحيح فإنهما لم يجتمل على كل الصحيح بل ولم يجتمل على كل الحسن وإحنا هلنا السنة المقبولة المأخوذ بها المعمول بها هي الصحيحة والحسن فإنت لا ينبغي الآن أنك تقول ده ليس موجود في البخاري ومسلم إذا كنت طالب علم تفهم عمرك ما دورك كلمة دي إذا كنت طالب علم هتعرف أن البخاري ومسلم دورك على درجات الصحيح حياليهم كتب أخرى زي السنن الأربعة وزي المثانيد مسلم الأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم وزي معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وزي من صدرك الحاكم فكل دي كتب فيها روايات هي محل بحث يعني أصحابها أو بعض أصحابها لم يجزموا بصحتها لم يجزموا بصحتها وبعضهم لم يشترط على نفسه أن يريد في كتابه كل صحيح زي الإمام أحمد في المسند المسند تناحك هذا يبغط بل جدا فيه أحاديث ضعيفة لأن أحمد كان محدث كان محدث لا يشك له غبار ومع إنه كان محدث إلا أنه أورد هذه الأحاديث الضعيفة هل لعدم علمه لضعفها لا كان يكتبها النام أحمد رضي الله عنه لعله يحصر لهذه الأحاديث بعد ذلك على شواهد وهو العلماء يذكروا طرع أمرهم فهو الأل في الكتاب دوت الحديث دعا عارف أنه ضعيف لكني سأدونه في كتاب لعله أحصر له بعد ذلك أو أطلع على شاهد يقويه فالعلماء لم يشترط الكثير منه لم يشترط ماذا أن يكتب في كتبه الحديث الصحيحة كلها طيب لكن في أيضا معنى مهم جدا وهو إنهم وإن كانوا يكتبون الأحاديث الضعيفة على أمل أن يظهر بعد ذلك ما يقوي هذه الأحاديث فإنهم لا يكتبون الأحاديث التي يعتقدون أنها موضوعة واضح معايا؟ يعني هو قد يكتب الضعيف ليه لأنه قد يرتقي طب الموضوع هذا مطروح لذلك الموضوعات لها كتب الوحدة الموضوعات لها كتب الوحدة الموضوعات هذه لها مؤلفات مستقلة فلا يكتب الأم أحمد كتاء حديث يعتقد أنه موضوع لا يكتب التبراني حديث يعتقد أنه موضوع معنى ذلك أن هؤلاء المحدثين لم يكتبه إلا ما يعتقدون صحته أو حسنه أو ضعفه على أقل تقديم على أقل تقديم فالأحاديث الموجودة في دواوين السنة أقل ما فيها أنها تحتاج إلى نظر يعني لا تطرح بعض إخوانا يظنون أن طرم الحديث ليس في البخاري المسلم ولا في السنة الأربعة أو أنه لم ينص أحد أنه صحيح معنى كان يطرح هذا فيه طرح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستغيبوا أن الشيخ هنا بيأتي بأحاديث من عاجب الطبراني الثلاثة أو من مستدرك الحاكم أن السنة يا خنة ليست فيه صحيح البخاري المسلم فقط وليست فيه السنة الأربعة فقط واضح؟ طيب تفضل تجوعين وتشبعين وتعرين القميص طبعا معروف لكن حقكم أكيد ليس حرفينه بلوقتي القميص ليس هو قميص الذي نسميه الآن قميصا لكن القميص زنان كان عبارة عن جلبية منهاش لياقة ووسعة يعني الياقة بتاعتها أو الطوء بتاعها مش على قد حتى الرأب لذي الجلبات البلدي عارسين الجلبات البلدي؟ لأنها تبقى الطوء على قد الرأب بس؟ لا الأمر هو تبقى الطوء كبير يعني هم كيف رسوء كده والكم طويل والكم كبير برضو شوية حدا مرحاها كان بردو فيها البيوت ممكن يبقى صير مش طوش يبقى إيه ممكن يبقى حد نصف الساق بس ده القميص كانوا يرتدونه تحت الملابس البرد حد ذي عباية ليه بتلبس إيه فوقه؟ فوق الملابس طيب فالنبي ماذا فعله؟ خلع قميصه فألبسها إيه لما نجي يخلع القميص ده معناه إيه؟ إنه سيصيبها من بركته وكفنها ببرد فوقه ثم أسول أسول وغلامك أسول يحكموها فحققوا قبرها فلما هدلقوا اللحظة أقربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضع فيه وقال الله بلاي يحيي يريني وهو الحمد لله يموت يغفر لأمي كراثمة يغفر لأمي كراثمة لبنت أسر بنت أسر وغلقها في جفها ووسع عليها المضحلها لحق نبيك وفندياء اللبين من قبل فإنك أرحم زوائم وكبر عليها البعض وأدخال من نحته هو والعفاس وأبو بكر رضي الله مع المهم والحارف الرجوع الدين الحسيني في مجمع الزوائد الهيثام في مجمع الزوائد والحارف الرجوع الدين الحسيني في من مع الزوائد رجاله رجال الصحيح روح ابن صلاح غير روح ابن صلاح وقد وثقه ابن حباب رجاله رجال الصحيح يعني رواة هذا الحديث ممن استشهد وأورد أحاديثهم البخاري أمصر فمعنى ذلك أن رواة لا غبر عليهم لذلك بعض المؤلفات الحديث اعتنت فقط بإيراد رواة البخاري أمصر إذا استشهد البخاري بيراوي معنى كده أنه هو في نفسه عدل على أقل عدل ضابط وأشهر كتب المؤلفة في هذا كتب اسمه الكاشف الزهدي حفظ الزهدي الكاشف لمن له رواية في الكتب السكة أورد في هذا الكتاب رجال الكتب السكة وميز هذا الرواية مين رواه؟ بخاري ومسلم بس؟ بخاري ومسلم وحد تاني؟ أو حد تاني بشي بخاري ومسلم وهكذا؟ وقد وإحطاقهم بحجان وحاكمه وفيه ضعف يبقى إذن هذا الحديث لجاله رجال الصحيح يعني رواته عدور ضابطين معدى راوي واحد وإذا كان في الحديث راوي واحد ضعيف يبقى الحديث مردود طابعي؟ طيب يبقى هذا الحديث فيه مشكلة أو فيه راوي واحد أو مين؟ روح ابن صلاح روح ابن صلاح طيب نبحث عن روح ابن صلاح فنجد إنه وثقه ابن حبان من المحدثين وثقه ابن حبان من المحدثين طيب وقد وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف معنى كده إيه؟ إنه هذا الروي مختلف فيه هذا الروي الآن مختلف فيه فبعض المحدثين يوثقونه وبعض المحدثين يضاعفونه وقال حاكم ثقة مأمون على أن ضعفه خفيف عند من ضعفه يعني من وصفه بالضعف من المحدثين لا يصلون به لدرجة أن يتركوا حديثه بالكلية ولا يتهمونه بوضع فضعفه ماذا خفيف كما يستفاد من عباراتهم ولذا عبر الحافظ الهيثمي بما يفيد خفة الضعف كما لا يخفى على من مارس قطب الفن فالحديث إذن لا يقل عن ردبة الحسن بل هو على شرط ابن حبان صحيح يعني هو صحيح عند ابن حبان من المحدثين وهو عند غيره يعد من درجة الحسن ايه الفايدة اللي احنا ندخل بنا من هذا؟ الشيخ يجيب لك الأحاديث التي يتدل من السنة على زواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه يخرج لك هذه الأحاديث ويؤذي لك أقوال محدثين فيه إنك لو أخذت الحديث بس كده هيتطلع لك واحد يقول لك ما هو الحديث بضعفه فلان فكده إيه؟ هذه الحجة كأنها إيه؟ سقطت فإنت ما تعرف أن الله وثقه فلان ضعفه فلان لكن وثقه فلان فإنت لماذا تأخذ بقول هذا وتدعى قول هذا؟ الشاهد هنا في هذا الحديث إخواننا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي الدليل السابع دليل السابع خرجت النبي والطنبالر في سنانهما دليل السابع ومساعده في حق اليوم ربا والطبراني والحاكم والبيراقي وغيرهم فلان مبالاً بحنيف حنيف أني رجلا ضغير الضغر أتا للنبي صلى الله عليه وسلم وإحيانه خنى فقال قول الله يا أم عظيم قالت هذا الحديث أقوى حديث ذات هذا الحديث الأقوى الأحاديث التي يستشهدوا بها وأقوى ما فيه أو ألطف ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الرجل التوسل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم هذا الضرير أن يتوسل به صلى الله عليه وسلم قال إنشئت العبد إنشئت صدق فهو حيث من ذكر قال فدعو الرجل الضرير ده جل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو له أن يعافيه الله فالنبي قال له إنشئت تعود ركا وإنشئت صبر ثم يعني لك خير كثير في الأخيرة فالرجل قال لا أنا عايز فتح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس أنت ما تريد فقال له إيه فأمره أن يتبضئ فيحسن ورؤه ويدعو بهذا الدعاء كأنه كده يقدم بين يديه هذا الدعاء ركعتين لقضاء حاجته ثم يدعو بهذا الدعاء الدعاء فيه بقى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إن توجهت بك إلى ربي نكلم من هو كده نكلم من نبي إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم تشفعه فيي لكلام من الكلام الذي قاله الضريج والذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان بن حنيف من عثمان بن حنيف رأو الحديث الذي سهد هذه الواقعة فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ذر قط فاتح يعني خلاص بأي شوف وفي رواية وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعيه أن يتوضع ويستطيع ويتعو للدعاء المنكو وفي رواية في الحاكم عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضعورا بصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليهم أتعو به جوة الله علي بصري فقال اللهم إني أسألك أترجه إليك من نبيك نبيك الرحمن يا محمد يا محمد إني من يثني وقد توجهت إلى ربي اللهم تشتعه وشتعني في نفسي فداع بهذا الدعاية لقامها قد أبصر وفي الحديث الوعيات المؤترين منها عند أبي عند ابن أبي خيفة متى بإسناده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ضرير الدعاء لما علم ضرير الدعاء قال لهم وإن كانت حاجة فقع منك يعني كلما كان لك عند الله حاجة فادع بهذا الدعاء أو توضأ وصل ركعتين وادع بهذا الدعاء إيه هو الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم أتشفعه فيه الشاهد هنا هو إنه توثل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه سأل الله لا مباشرة ولكن بالنبي قال له يا رب يرفع عني الضر ولكن قال له اللهم بحق نبيك تشفعه فيي فهو ماذا جعل واسطة بينه وبين وبين النص حالة تعالي وراح للنادي الأول وراح للنادي الأول بعد موته رسالته باقية ودينه باقي إحنا في الصلاة ما زلنا حتى اليوم كلنا ماذا يقول في الصلاة فحضرتك بتخضي في الصلاة مين النبي صعصير فإذا صح أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصح أن نخاطبه بالتوجب إليه فصح أن نخاطبه بالاستشفاء به التوسل به صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق حي في قبله فكذا الأنبياء أحياء في قبولهم يرزقون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة من رد الله علي روحي فردت عليه السلام ولا يخلو وقت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقت فهو حيا أبدا صلى الله عليه وسلم وضح لكن حياة طبعا ليست فيها حياة معهودة لكنها حياة أكمل حياة برزخية تليق بيدي صلى الله عليه وسلم المهم إن له نوع تصرف له نوع سماع له نوع عبادة وهكذا فهو ما هو إحنا ما قلناش ما ندعيش ربنا مباشرة نحن لا نمنع ولا نقول إن الله عز وجل لابد أن نتوسل بأحد من عباده حتى ندعوه ونحن نشكل احنا لكن هل إذا أراد إنسان أن يتوسل بأحد عباده الصالحين أو بأحد ينبيه هل هذا ممنوع ده مش ممنوع ده مش محل النزاع إن إحنا ندعو الله مباشرة ده مش محل النزاع واضح؟ لأن ده إحنا متفقين على إنه يجوز المسلم أن يدعو الله مباشرة إذا أراد الأفضلية الأفضلية هي ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول علمنا الأمرين علمنا أن ندعو الله عز وجل مباشرة في أحاديث وعلمنا أن ندعو وأن نتوسل به هو صدقات أرض الصالحين في أحاديث أخرى هل تفضل؟ تفضل؟ هذا يجب التحرسل في سائل الأحوال ثم حين الزوايات الزوايات وإنه يكون الزوايات كلها نفتق طبعا هذا يحينا اللذين الذي يبعاه هو الضريل الضريل الجنبي صلى الله عليه وعليه 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 هذا يفضل ملاحب ينقل في دائرة وعليه يعني يمكن واحد متنطع يقول بل اللذي قال الزعاء هو النبي صلى الله فالنبي هو اللذي باع ربنا فالنبي هو اللذي باع ربنا فإذن كده نحن فيه وسط صحيح فهو هنا قال لك لا الروايات متتقى لأن النبي علم الضريل والضرير هو الذي باعه فالإنه يهقف في دائرة اللذي هو أورد هذا الحديث تحت باب ما جاء في تعذينه الذي علم الضريل ماشي 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 في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه ما كان فيه شفاؤه حين لم يبصر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة حين لم يصبر نعم حين لم يصبر نعم إن النبي خيره تصبر فهو الرجل قال لا ماشي تصبر كل دون الحديثين هو الخطاني بل هو آخر مجبول ليس بشي يعني هذا الحديث متفق على صحته بين المحدثين المذكورين دون لمنه ابن حجر لمنه من ناوي رحمه الله ومنه الحاكم والبنهاقي والمنذري وغيره والذهبي حتى الحافظ الذهبي هو يعني متشدد أحيانا في الحكم على الحديث الشبيهة بالحجاب دي يبقى لا خلافة في أن هذا حديث ثابت وصحيح لخلاف الحديث اللي أبليه مثلا فاضح طيب وما قيل بعض الناس اعترض اعتراضا وقال إنه هذا الحديث يروي اسمه أبو جعفر فأبو جعفر ده مجهول فنعرفش المهول فأصبح عندنا الآن في سند الحديث راوي مجهول فيصبح ماذا ضعيف منعرفش حال هذا الراوي اللي هو ثقة حافظ عدل ضابط منعرفش فإذا الحديث يصبح ماذا بعيفا من جهالة الراوي طيب الشيخ يقول لك والصواب أن جعفر هو الخطمي المدني إنه اللي قال الراوي هذا أبو جعفر هذا مجهول ليس هو الخطمي قال ليس هو أبو جعفر الخطمي لا فالشيخ نجد لك لا الصواب أنه أبو جعفر الخطمي المدني المعروف كما جاء عرفنا من إنه هو أبو جعفر الخطمي قال لك في روايات كانت تقول أبو جعفر بس في رواية تانية قالت أبو جعفر الخطمي فهذه الروايات التي صرحت واضحت المجهول في الروايات التي لم تصرح صحيح كده طيب كما جاء من كما جاء صرحت في روايات التبراني والحيات والديابي وزارة التبراني في المعدة الصغير أن نحن اسمه ومرض البي وأنه فقر فعيثا للمعقود أن يجمع الحاسب أن يجمع الحفاظ أن يجمع الحفاظ فعيثا للمعقود أن يجمع الحفاظ على تصريح فعيث مبضوض وثلما الزهبي والمجلية والحافة فمحاولت بعض بعض العشبينين لجبالية الحبيثة وقبلهم عليها بالفشل والجميع حفاظ الزهبي الزهبي لماذا يعني الزهبي أنه الزهبي المساء للتوصل والحاجات دي هو فيها شديد وفيها ليسوا ممن يميرون لهذه المساء ومع ذلك أمام السند العلمي لا يستطيع ينكر فقال بصحاته الزهبي الحبيثة صحيح دي شك وهو يبدو على جواز التوصل بالنبي صلى الله عليه وآله 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 في جميع الحياة وفي سائل الأنقاض كما بيانته وأوضعته لجل عقل عشرة وجهة في كتاب الرجل المحل النبي ويأتي بيان ذلك كهنا من نقول أن الحراف يتوسع في هذه المسألة ويدرسها فاليازم يستصحب معاه وهو يقرأ في هذه فسالة فسالة الرد المحكم المتين على من تلاعب الدين أعتقد طريقة المحدثين في إيراد الحديث تدل على شيء من فهمهم الحديث وتدل على شيء من فقههم الحديث حتى قالوا إن فقه البخاري موجود في تراجمه التراجم اللي هي عنوين الأبواب عنوين ماذا الأبواب المعنوان الباب يبقى معنى مستنبط من الأحاديث فلما المحدثين زي الترمذي وزي البيهقي يوردوا هذا الحديث في كتاب الدعوات مش في كتاب ذلائل من جوة مثلا ولا في كتاب خصائص النبي فهذا يعني إن الحديث باق على عمومه كما هو مقتضى قاعدة الأسورية أن العبرة بعموم الأقضية بخصوص السبب فإذن يستطيع كل إنسان أصابه ضر أن يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى من هذا الصحابي الذي أصابه ضر وليس الأمر قصرا على هذا الرجل هذا فهم المحدثين وإيرادهم لهذا الحديث بلدى الشكل وإنسان الحاجة يفيد دعادي وممستدرات البيت في كتاب الدعائر وهو المؤيدة الخاصة هذه معتدرين من جملة الأدائب معتدرين من جملة الأدائب المسوعة المكتورة وعلى عدد من واجدة الكتاب الصلاة في الزنانية وكذا مع المجرية الدرائية والترهين وهذه تريد في مجمع زوالي معتدرين الصلاة والدعاء من جملة النواتر المسوعة فأوربها النووي في أذكار الخائدة في الكتاب الأذكار معتدر لم من جملة الأذكار هذه الدخار وإلا أوروب الخائدة يعني أيام النووي ليه كتاب مشهور أو اسمه إيه أذكار مشهور جدا موجود عند كل الناس لو فتحت هذا الكتاب ستجل أن أورده من ضمن الأدائية التي يسن للمسلم أن يدعو بها عند عروب الحاجة يعني عنده حاجة عايز يعملها عايز يسافر عايز يشتغل عايز يتجوز أي حاجة فإنك لك حاجة أدعو بهذا الدعاء وهذا الدعاء يتضمن كما هو واضح التوسل ل النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك الإمام النووي يدعو للتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت لو تقول من المتوسلين للنبي مشركين فتقول على الأممنا ومشركة حافظ بن حزا مشركة تقول على المنزل مشركة تقول على هيتاني مشركة تقول على البيهاق وهكذا تتخلي الأمم كلها مشركين عشان حضرت البسجة ضدها المشركة حزين وأورده أولا الله هو وغير الأولئك كابن خزين في صفحة المرسل على الكتب والأموال لذلك تتعطن منهم على أن الحديث معنون فيه بسائل الأوقات والإسناس ولكن خاصا بذلك ولكن خاصا بذلك الضريط أو بحالة بدون حالة أو بحالة بدون رفض لم يكن لذكرهم لم يكن لم يكن ظف كيمة يكن لم يكن لذكرهم له في كتب الأحكام غيرها فائدة أولا نفهم على أنه خاص ليس بعين خاص بالصاب مجموعة الرسائل أن العزة بن عبد السلام في فتا له إجابة التوسط من النبي صلى الله عليه وحز وسلم وجعله من قصوص الجادي وقلله في هذا النقر الشاكاني في الجورة المبيلة يعني 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 وهو يعني الشيخ الكبير الذي يستشهد به الذي يمنعون التوسل نقل عن العز بن عبد السلام عزيزي سلام فتاوة كتابته فتاوة لنقل السلام مطبوع موجود متداول عزيزي سلام ماذا قال قال إن التوسل جائز لكن لا يجوز التوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتوسل جوازه قاصر على من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا محل اتفاقه المنزل الشيح نرى أنك لن تزمان حذر يفتكر أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لايسا محل خلاف إن أنواع التوسل المشروع لما كان في البداية خالص عن أنواع التوسل المشروع ماذا وإن التوسل بأسماء الله وصفاته التوسل بالعمل الصالح التوسل بالصالحين الأحياء ماذا كل ذي محل اتفاق التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محل اتفاق أخوانا دول هدانا الله وإياهم منعوا التوسل بالصالحين الأموات وبعدين كبر معهم موضوع أكتر فمنوع التوصل حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا محل خلاف قبل ذلك لذلك تليم شيخنا وعلمائنا في كتبهم دائما وهم بيصدروها وكتبوا فيها مقدمات أو كذا دائما ما يقولون إيه وقد ألفت هذا الكتاب أو هذه الرسالة رجاء أن ينفع أن ينالني ثوابها وأن يحنفع عن الله بها بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني بجاه النبي دي كانت كثيرا ما تذكر في الكتب الملفات خاصة من القديمة طبعا هم لما يستحوا دار نشر لحاجة بيشيروا حتة دي مش عاجبانهم يشيريها على طول فقلده في هذا النحر الشوكانيين في الدور الماضي وإلا لمصلح لذلك ونقشدوا في بعوة خصوصية لرأى أعمى الشوكاني جواز التراسف الجنعي الشوكاني برضو من شيخ إخواننا دول اللي بيحبه لرأوله كتير لأن الشوكاني ليس متمذهبا بمظهر من المظاهب الأربعة وإنما هو رائل صاحب مظهب خاص والشوكاني ممن بلغ ردبة الاجتهاد وليه كتاب نيل الأوطار معروف كتابة فقه الحديث أورث فيه فقه الإم الأربعة بل فقه إلى البيت وكان بيرجح وكذا هل الشوكاني ده بقى لما نقى الكلام المتايم يعني ما عجبهوش ورد عرفي تيمين في ماذا في إنه لا خصوصية بل يجوز التوسل بالصالحين من العلماء والأولياء كالنبي صلى الله عليه وسلم مرأى أعمى الشيكاني جباز التوسل بالعمنات والمحلم فالواقع والواقع أن النقلة المذكورة غلطاً في التحديث من المهمين لأني قرأت البداوة الموصلية العزم عز السلام فلاقى أنه ابن عبد السلام ما قالش هذا الكلام لم يقل بالخصوصية وبالفعل عز بن عبد السلام لا يتصور أن يقول بالخصوصية لا يتصور مش تفكيره مش منهجه مش طريقته فلذي يجوز أن يتوثل بالنبي فقط لا يجوز أن يتوثل بالأولياء فالشيخ رجع لكتاب المسلم صلى الله عليه وسلم فرجل كلامه في الأقسام على الله عز وجل في فاتوى بخصوص أن يقسم الشخص على الله سبحانه وتعالى اللهم أن يقسم عليك بنريك مثلا أن تقع لك فهو الذي قال فيني أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الموضع موضع الذي فيه خصوصية هو ماذا في أن تقسم على الله بالنبي لا في التوسط ودي مسألة ودي مسألة فالعز بن عبد السلام أورد دعوة الخصوصية في موضوع تاني هو موضوع أن يجوز للمسلم أن يقسم على الله تعالى اللهم إني أقسم عليك لحق نبيك إلا فعلت كذا لأن مكانة النبي معروفة فيجوز أن تقسم بمكانته لكن مكانة غير قطعية واضح كذا فإذا المسألة المختلفة فإبن تيمية ماذا رح مركب دعا دي وحق دي مكان دي فهو الذي قال فيه أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلق التوسط لا مطلق الذي هو سؤال الله لبركة فلان أو جاهه فإن هذا لم يتعرض له وطالما العزم الأسلام يتعرض له لبقى لا يجوز أن تنسب له ما لم يقله لا ينسب القاعدة الفقهية لا ينسب لساكة قول فإن هذا لم يتعرض له وقد نقلت عبارته برماتها في الرد المحتملة واضحة كلا يا معي بقى إذن خلاصة الآن أن الدليل السابع هذا الذي استدل عليه الشيخ على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء هو حديث الرجل الضرير الذي أراد أن يرد الله عز وجل عليه وصره فجهل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل به معلماء قالوا أن هذا الدعاء ليس قاصرا على هذا الرجل الضرير وإنما هو في حق كل مسلم له حاجة وكبار الحفاظ صححوا هذا الحديث والمسلم إن بغي أن يأخذ بما صحى نسلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يرده إذا كان يعني هو متبع وليس متبعا طيب ثم إن هذا الحديث بعض الناس قالوا إن فيه راوي اسم أبو جعفر غير معلوم فقال الشيخ إيه بل هذا الراوي معلوم وهو ثقة بعض الناس قالوا إن هذا الحديث يدل على ألسل الشيخ فالشيخ قال إن العلماء الذين قالوا ذلك غلطوا في النقل كابن تيمية غلط في النقل عن من؟ عن العز بن عبد السلام لأن العبرة بعموم النظر لا بخصوص لا بخصوص السبب والعز بن عبد السلام لم يتحدث لم يتحدث في هذه المسألة وإنما كان يتحدث في المسألة الأخرى هي مسألة الأقسام على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاصة الدليل السابع نقف هنا ونقمل إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة